بغالبية صاحقة أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار ضد حزب الله يشدد الخناق عليه وعلى المؤسسات المالية والأفراد الذين يدعمونه القرار الذي اتفق عليه الحزبان الديمقراطي والجمهوري جرى تحويله إلى البيت الأبيض بعد تصويت الكونغريس الجمعة ويتضمن إجبار الخارجية الأمريكية على التعريف بوسائل الإعلام الداعمة للحزب والتي تموله في تقرير سنوي مثل المنار وتوابعها الطلب من وزارة الخزانة بفرض شروط قاسية على فتح أي حساب لأي جهة خارجية تقوم بتسهيل تعاملات لحزب الله وبغسل أمواله وتتآمر بإرسال تحويلات لأشخاص أو مؤسسات على صلة به طلب تقارير حول إدراج حزب الله كمنظمة تهريب مخدرات أجنبية ومنظمة إجرامية عابرة للحدود دعوة الرئيس الأمريكي إلى إرسال تقرير للكونغرس عما إذا كان حزب الله يفي بمعايير الإدراج كتنظيم مهرب للمخدرات وإذا رفض الرئيس ذلك فعليه تبرير الأمر بالوقائع والأدلة الطلب من الخارجية رفع تقارير للكونغرس حول تمويل الحزب جمعه التبرعات وعمليات غسل الأموال إجبار الرئيس على رفع تقارير للكونغرس حول الدول التي تدعم حزب الله وحول ما إذا كانت هذه الدول تأخذ الإجراءات الكافية لضرب شبكة حزب الله التمويلية